هاي زيكوا عاملين ايه؟ معاكو خلود والنهار ده هنتكلم على رواية طبعا عرفته من العنوان ان هي رواية جوزيف اندروز طبعا ده اسم البطل اوكي؟ ما فيش ترجمة لطبعا الكاتب المشهور هنري فيلدينج الجزء ده او يعني الفيديو ده هيبقى ملخص وان شاء الله الفيديو الجاي على طول هيكون التحليل بتاع الرواية اوكي بس قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير يا جماعة لشان شير بيفيد غيركم وبيكبر القناة واكتبوا لي تحت تعليقاتكم ولو حد عايز يسأل على حاجة او له طلب معين تابعوني على الانستجرام هحاولي سيبه لكم هنا وتحت في الديسكريبشن هو قاد خلود هتبعوا تعملوا هناك فولو وتبعتوا لي اللي انتو عايزينه على الماسجز ولو اول ما تشفوني ما اجبكم احتوى القناة هتلاقوا تحت الفيديو فيه زرار مكتوب عليه سبسكريب او اشتراك هندوس عليه جنبه جرس عايزة شكله يبقى اللي هو عنده علامتين كده هحاولي سيبلكم برضو الشكل اللي هو اقول او تفعيل الكل علشان يوصلكم النوتيفيكيشن كل منزل فيديو جديد طيب هنتكلم النهاردة على رواية جوزيف انروز بصوا يا جماعة الرواية دي مبدئيا انا هسيبلكو فوق اه لينك وهحاول افتكر يعني ان انا هسيبلكو كمان في الديسكريبشن اللينك بتاع رواية باميلا اوكي ايه رواية احنا عملناها هنا على القناة قبل كده اه اسمها باميلا قبل ما ادخل في رواية النهاردة عايز اقول ان رواية باميلا دي كانت بتتكلم على واحدة اه بتشتغل عند حد يعني والشخص ده كان عمال يحاول يعمل معها علاقة وهي كانت بترفض طول الوقت ومحتفظة بعفتها يعني وشرفها وكده ماشي ملخص يعني الموضوع بس ياريت تشوفوها عشان تفهموا ليه بقى انا بقول كده لان رواية النهاردة جوزيف اندروز هنري فيلدنج لما كتبها كتبها موك يعني يتريأ على او ينتقد رواية باميلا هو مين لي كتبها انتقاد لرواية باميلا اوكي كلام ده انا هتكلم فيه بالتفصيل اكتر اشوف انتقاد من ناحية ايه وكده طبعا في الفيديو بتاع بكرة غالبا ان شاء الله اللي هو فيه تحليل للرواية ولكن اعرفوا ان هو مين لي كتبها انتقادا لشخصية ورواية باميلا اوكي طيب هنبدأ ونقول بقى حدوتتنا النهاردة بتتكلم عن ايه طبعا البطل عندي اللي هو جوزيف اندروز وساعد بيسموه جوي كدلع يعني نيك نين بتاعه جوزيف اندروز ده يا جماعة كان هو له امه وبعده جدا عنده اخت اسمها باميلا كمان اوكي انيوي اه الولد ده من وهو عنده عشر سنين اهله بعتوك يشتغل اوكي وكان بيشتغل اه في الحقول علشان يخوف الطيور يعني لما الطيور تيجي تكل المحاصيل كان هو بيتفش هو ماني ويخوف علشان يطيره ما يكلوش المحاصيل بعد كده اه اوكي الكلام ده وهو اصغر من عشر سنين لما وصل عشر سنين اه خدوا واحد اسمه اه سير توماس بوبي اوكي خده عشان يشتغل عنده اجير يعني او يشتغل يعني عامل عنده في البيت بتاعه اوكي جراند اولد هاوس لما اشتغل عند الراجل ده حصل حاجة او كان فيه مشكلة ما وجهته مبدئيا يعني مع جوزيف كان حلو يعني كان شكله حلو وكان كل الستات بتاع جببيه اوكي منه هو صغير لحد ما هيكبر طيب هو كان مهتم جدا بدراسته ولما راح يشتغل عند سير توماس كان مهتم انه هو مشغول جدا بالتعليم بتاعه وعايز يتعلم وكده اوكي فما كانش مركز مع انه ميرات ميستر توماس اللي هي اسمها ميسز او ليدي بوبي الست دي كانت مؤجبة بيه بجوزيف اوكي وعايز يتم معها علاقة يعني ولكن جوزيف ما كانش مركز في ده حتى لما كبر عن عشر سنين برضو ما كانش مركز معاها هتلاقوا انه طول الرواية جوزيف اي واحدة بتعجب بيه هو مش بيبقى في دماغه شكله الخارجي او كده اوكي فالمهم هو ما فهمش يعني هي عايزة منه ايه ولدرجة انه هو في فيف مرة من المرات هي يعني ندته على قضتها وكانت هي يعني عارية وكده ورغم كده هو برضو ما فهمش هي عايزة ايه اوكي كانت يعني نقدر نقول هي طبعا بدأت تبدي انه هو مش مركز معاها خلاص عشان هتشوفه هتعمل ايه بعد كده المهم كان عندها واحدة برضو زي الخدمة بتاعتها او كده بقى اسمها على حد ما انا فاكرة هيعدي علي عشان انا ببص هنا عشان الاسماء بنسيها انه وهي دي برضو كانت معجبة بجوزيف وبردو كانت بتحاول تغريه كده المهمة ان جوزيف يعني كان بيعلمه زي ما قلنا هو كان مهتم بتعليمه كان بيعلمه واحد اسمه بارسن اللي هو ميستر ابراهام ادمز طيب ميستر ادمز ده او ابراهام ادمز بارسن يعني هو زي اسيس كده وشغال في الكنيسة وفي نفس الوقت كان بيدرس لجوزيف وكان مدرس يعني شاطر وكويس وكان اخلاقه كويسة يعني وكده اوكي المهمة في يوم من الايام ميستر توماس وليدي بوبي اخدوا جوزيف للندن سفروا لندن واخدوا معيه اوكي هم كانوا بيعاملوه يعني زي ابنهم كده بالنسبة لشير توماس ولكن طبعا زي ما قلنا ليدي بوبي كانت بصله نظرة تانية لما روح معاهم لندن اتصدم من يعني الكولتر اوكي لان هو كان باين ان هو من طبق الوسطى او من الناس المتوسطة الميدل كلاس يعني حتى طوله كان متوسط ميدل كل حاجة فيه كانت وسطة اوكي فهو اتصدم برضو من الجو بتاع الكولتر اللي موجود في لندن والثقافة وكده المهم ان هو قعد في الاول يعني زي اي واحد مراهق كده يعني يلف في المدينة وكلام من ده ويتشق كده وشوية وبعد كده ولكن هو ما استسلمش لاغراءات لدي بوبي اوكي اوكي طيب اوكي بعد كده هنلاقي ان سير توماس ميت وهم في لندن سير توماس ميت وطبعا ده خلى ليدي بوبي عندها فراغ اكتر فبقت ايه بتسعى خلف جوزيف بقوة اكتر يعني تمام هنلاقي بعد كده هي فعلا الوصيفة بتاعتها او الخديمة بتاعتها اسمها ميسز سليب سلاب زي ما قلتلكم سليب سلاب وكانت معجبة برده بجوزيف وكان جوزيف ايه برده مطنشها او مش واخد دولة اصلا منها فهي لما تدايقت وكده بدأت ان هي تروح لليدي بوبي وتامل في مقلب يعني ايه يعني اتعد يعني رحت لها وقعدت تحكي لها انه جوزيف بقى بيعاكسها وانه هو بقى بيعاكس البنات كلها وانه هو ايه بقى بتاع ستاته وكلام من ده وكلام ده كله كدب هو ما كانش كده خالص ولكن هي كت متغزى منه فراحت تقول لليدي بوبي كده لانه هي كتعرفة انه ليدي بوبي او ادراكت الليدي بوبي معجبة بي تمام فليدي بوبي طبعا اتدايقت وكتغيرانا اللي هو لما هو يعني بتاع بنات طب اشمعنا انا مش بيستجيب يعني الاغراءاتي فتدايقت جدا وقررت انه هي تطرد جوزيف من عندها من البيت فجوزيف في الوقت ده فكر انه هو يرجع تاني الوطن او المدينة اللي هو اساسا كان عايش وتولد فيها علشان يدور هناك على البنت اللي كان بيحبها وهو صغير اسمها فاني جودويل اوكي فراح عشان يدور على فاني دي طيب فاني دي برضو ده عشان هتعابلنا دلوقتي بعد شوية فاني دي برضو كانت حلوة وبردو كانت بتلفت من النظر والرجالة بيبقوا برضو عايزين يعملوا معها علاقة وتعرفوا عليها وكده اوكي 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 قرر انه هو يرجع موطنه علشان يقابل فاني دي ويشوفها يعني ولكن اول ما خرج من باب البيت بتاع لدي بوبي قابلوا اتنين حرامية اوكي زي قطعين طرق يعني فلوسه وسرقوا هدومه حتى قلعوا هدومه وسرقوا هدومه وضربوه ورموه ايه في على الطريق في يعني زي في في الطين كده على الطريق وهو طبعا كان مضروب وتعبان ومش لابس هدومه وحالته ايه صعبة مهم ايه فدل هو على الطريق في حالته دي مستني اي حد معدي يشوفه يصعب عليه فيقرر انه يساعده عدت فعلا زي كارتة يا جماعة اسمها ايه يعني عربية بيجروا حصن كده مهم ما عدت وفيها ناس ويلتو دو يعني ناس من الطبقة الاعلى شوية الطبقة يعني يعتبروا هاي كلاش شوية يعني وكان من ضمنهم واحد محامي مهموا عدوا وطنشوا الاول وبعد كده المحامي ده قال لهم لحسن بعدين يموت وحد يشوفنا واحنا معدين يفتكر ان احنا اللي قتلناه فناخده وخلاص وايه ونبقى نزله في اقرب اوتيل يعني ايه قابلنا المهم فعلا خدوه واول اين اين يعني زي اوتيل صغير جميع اي اين 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 يعني عارفين بانسيون بتاع الزمان اوتيل كده صغير كده ومش مش حاجة واوي يعني مهم اول ما اول اين قابلتهم بتاعت ميستر وميسيز تووز اعتقد بتتنطق كده طبعا زي ما اتفقنا الاسماء ملهاش رولز في النوت انا بندها حسن ما هي مكتوبة انيوي اه نزله هناك في الحن اه سوري في ال اوتيل الصغير ده البنسيون ده او لوكاندا او رابر مهم كان فيه هناك سرجن او جراح طبيب جراح الطبيب ده خده وعالجه ولكن قاله انت الجرح بتاعك جرح مميت يعني انت ممكن ما تعيشش بسبب الجروح اللي في جسمك بسبب الناس اللي هم قطعين الطرق دو اه فطبعا جوزيف حس بال يعني باليأس وانه هو خلاص حيموت بقى وكده وانه هو عمره ما هيقدر يرجع تاني قابل حبيبته بتاعت الطفولة اللي هي ثاني المهم انه هو قعد في الان اللي هي القتال الصغير و اوكي هناك جاله واحد يزوره كليرجي مان كليرجي مان يعني رجل من الكنيسة زي قص كده من الكنيسة اسمه مستر بارناباس الرجل ده كان معدي يعني فقعد شوية في القتال ده المهم لقى جوزيف بحالته دي قال له ايه انا هدعي لك ان انت يا رب نعيش فيك وكده و وقعد يعني المهم قعد شوية وخلاص بعد كده بدأ جوزيف صحته شوية تتحسن فعلا مع الوقت وفي الوقت ده مين اللي صادف وكان مسافر رايح برضو لندن اوكي هم حاليا في لندن ماشي فرايح او يعني في الطريق للندن او في الطريق اه يعني هم في الطريق للندن او حاجة كده مهم يعني انه كان بارسون ادامز اللي هو ابراهام ادامز اللي كان المدرس بتاع جوزيف وهو في بيت لدي بوبي المهم ان الراجل ده او زي ما قلنا هو قص وبيكتب اه اه زي ايه سيرمنز يعني دروس دين وخطب دينية وحاجات كده فكان كاتب كتاب في الملخص السيرمنز بتاعته او القطب الدينية بتاعته كان عايز حد يطبعه فهو كان مسافر رايح لندن علشان حد اي ناشر ياخد كتاب وينشره وكان محتاج ياخد قرد اوكي استلف قرد يعني علشان بفلوس القرد ينشر الكتاب بس ما حدش رايز يسلفه اوكي وفي طريقه قبل القتال اللي قاعد فيه جوزيف فقرر انه هو ايه يقعده ما يعرفش انه جوزيف فيه مهم ما قرر انه يقعد يستريح فيه قبل جوزيف هناك بالصدفة وكان بدأ جوزيف خلاص يتحسن وحالته خلاص استقارت وما بقاش مميتة يعني ما بقاش خلاص الجروح بتاعته مميتة ولا حاجة وميستر بارناباس اللي هو اللي هو القص التاني اللي هو قال لجوزيف انا هدعي لك وكده في الان قابل اللي هو ادمز وتعرفه على بعض وكده وهو يعني ده قص وده قص مهم ما قاله انا هساعدك واحاول اشاف لك حد ايه من الناس اللي بيبيعوا كتب يعني ممكن ياخد كتابك وينشره ويبيعه وعرفه فعلا على واحد ولكن الرجل برضو رفض ان هو يعني يساعد سير ادمز ده او ان هو ينشر له كتاب طيب بعد كده عندي في النفس الين برضو اللي هي القتال الصغير ده حصل زي ايه زي حصل شغب كده ايه السبب في الشغب ده ان فيه واحدة من الخدم اللي هناك لما بينضفوا الغرف وكده اسمها باتي الستة دي كانت معجبة في الاول بجوزف لزي ما قلنا جوزف اي ستة بتقابله بتعجب به فكانت الاول ان معجبة بجوزف لما لقته ايه مش مركز معها خالص ام فبدأت يعني ان هي خلاص تنقل على صاحب القتال اللي هو اسمه ميستر تووز اوكي ايجاز انيوي اه فالشغب ده حصل ليه ان هما مسكوها مع ميستر تووز في قده في قده نوم خلاص فطبعا احنا منتكلم في عصر قديم فالكلام ده كان برضو حاجة يعني مش مقبولة ساعتها فالمهم حصل مشكلة في القتال يعني ولكن جوزف و بارسن ادمز طبعا بارسن يعني زي ما قلنا قص او كده فانا لو قلت بارسن ادمز يبقى ده لقب بارسن ان هما يسيبوا القتال ويمشوا اوكي وخلاص وقرروا ان هما يمشوا ولكن ما كانش عندهم وسيلة مواصلات محترمة يعني اوكي كان هو عندهم حسان واحد اللي هو الحسان بتاع ادمز ف هيركبوز زي هما الاتنين ما كانش هينفع فقرروا ان كل واحد فيهم يركب شوية يعني ادمز يركب شوية الحسان وجوزف يمشي جنبه وشوي كميل كده وبعدين يبدله الركب ينزل يمشي واللي ماشي يركب وهكذا اوكي ولكن طبعا ادى جوزف عشان كان لسه قايم من جرح جامد وكده ما كانش قادر يمشي بسرعة فكان بيمشي ايه على مهله ف سير ادمز او سبقوا سبقوا شوية ووسل الاول عند في حتة كده اوكي يوصل في حتة المهم انه هو قابل هناك ميسس ليب سلاب اللي هي كانت شغالة عند لدي بوبي وكرا انه هو يقعد يستنى جوزف على ما يوصل المهم ان ست عزمة ادمز لانه ما يعرفوه وكان قريدي بيدرس جوزف وهو قاعد عنده هم فما عارفين وانه فالمهم انه عزمته انه هو يسافر معاها في العربية بتاعتها عربية بجراح صان يعني فقالت له تعالى يسيب حصانك ويركب معايا بوسيلة اريح يعني في السفر واقنعته انه يركب فعلا معاها وركب معاها فعلا وعادت بقى تحكيله على قصص بقى فيها نميمة وبتاع عن اخبار الناس ومنهم واحدة اسمها ليدي ليونورا اوكي طيب واحدة يعني من اللي كانوا موجودين تقريبا في جرانهم يعني المهم بعد كده جوزيف وصل فعلا الحتة اللي كان اه اه ادمز مستني فيها وكان ادمز مستني يعني خلاص وصل بقى مع المكان اللي هم رايحين وزي برضو حانة ايه مش حانة سوري يعني زي قتال صغير برضو تاني يعني في الطريق فهو يعني جوزيف راح له وتقابله ايه عشان كان ده وهم عادوا يتعشوا مع بعض وصاحب العمل يعني زي عارفين لما يغلس على حد انه عايز يتخنق معاه اللي هو بيجر شكل وكده عايز يتخنق وخلاص فعمل كده مع ادمز اوكي وفعلا قدر انه يخلي ادمز يتنرفز وكان فعلا هيدخل معاه في اخناء وبدأوا انه هما ايه يتخنقوا وادمز ضربوا بوشوا اوكي المهم انه جوزف لما لقى الدنيا كده فض الخناء او ساعد ادمز وبعدين خدوا ايه عشان يمشوا من المكان ده فساعتها كان فيه جروب كده معاه زي برضو كارتة تانية فجوزف ركب في الكارتة وادمز مشي على رجله رغم انه كان ممكن يركب حصان بس انا ما عارفش مركبوش ليه تقريبا نسي مهم انه هو ايه بيش على رجله جنب الكارتة دي او العربية اللي بيجو راح صندي اوكي اه طبعا يا جماعة انا مش بقول التفاصيل الاوفر وما حدش يقول لي يعني الفيديو طويل على انك ما بتقوليش تفاصيل الرواية يا جماعة عدي كده حرفيا حاجة عدي كده ف يعني انا كده عطور بختصر عن عد ما بقدر اللي عايز تفاصيل طبعا اكتر او كده زي ما انتم بتعاوزين بسيب لكم في الدسكريبشن تحت مواقع فيها اللي انا بقوله ده الملخص بالانجلش وكمان هتلاقوا فيه ملخص كل شابتر لو انتم عايزين بقى التفاصيل للتفاصيل يعني اوكي طبعا بالانجلش والناس اللي بتدرس يعني الرواية لكن لو مش بتدرسوا الرواية طبعا اللي انا بقوله ده يبقى كفا بالنسبة لك انا بقول الحاجات المهمة او اللي تأثر في مجرى الاحديث طيب anyway اه وهم ماشيين خلاص ادمز زي ما قلنا كان ماشي على رجله فاتأخر شوية عن العربية اللي فيها اللي فيها جوزيف الليل كاريتا دي وهو ماشي بالليل وفي الطريق قابل واحد جنتلمان كده اوكي بيستاد نوع من أنواع الطيور خلاص صياد يعني او جنتلمان وبيستاد كده مهم يعني لما قابلوا قاعدوا الاتنين ايه تكلموا مع بعض وبدأ يحصل بينهم زي conversation كده وعلى مفهوم الشجاعة وايه هي الشجاعة وكده اوكي وهم بيتكلموا سمع واحدة ستة بتتصرخ فيما كان قريب منهم فالراجل الجنتلمان اللي بيستاد ده قاعد ايه يتلكع كده عافية لهم يعني يعني قاعد يشوف هيعمل ايه لسه ولكن ادم زيجري على طول ناحية الصوت اللي هو سمع ولقى هناك واحدة بنت شابة كده اوكي يونج ليدي فيه واحد بيطردها وبيضيقها اوكي فالمهم انه هو راح انقذها منه يعني وتأكد انه هي خلاص بقت في امان يعني من الرجل ده او وخدها معاه الستة دي لحد دقاء او نعرفش هي مين ولا اسمها ايه واحدة في الطريق كانت حد بيغلس عليها فكد بتسلك وده وادم زي انقذها هنعرف دي مين عشان هي حد يهمني بس هنشوف دلوقتي حد بقتها ونعرفش اسمها ايه اوكي المهم ان طبعا الستة دي ما كانتش قادرة تسك برضو في قدم زي ما في المياه ممتعرفوش ولكن او وفقت انه هي تروح معاه لحد اما يوصلوا للمكان امن يعني عشان الرجل ده ما يرجعش يضايقها تاني اا مشوا مع بعض فعلا لحد ما قابلوا الرجل ده فعلا تاني اوكي قابلوه تاني في الطريق وحاول برضو يضايقهم تاني اا ولكن كان هناك اا جروب كده من الناس موجودين مهم لما تخنقوا الرجل اللي هو اللي كان بيهاجم البنت اا راح اقنع الناس لان هو كان برضو اعتقد جنتلمين شوية مهم ان هو اقنعهم ان اا ادمز هو والستة اللي معاه حاولوا ان هم يقتلوه ويسرقوه وطبعا هم هم عملوش كده بس هو اقنع الناس بكده مهم الناس صدقوا الكلام ده ما عرفش ليه وفعلا ادمز والستة اللي معاه راحوا على السجن يعني اخدوهم ايه عطوهم في السجن اا بعد شوية ادمز اكتشف ان الستة دي مين بقى لو هم بيكلموا بقى في السجن وكده اكتشف ان الستة دي هي فاني جودول اللي بيدور عليها جازف اللي هي حبيبته من ايام الطفولة جازف راح يدور عليها وهي كمان راحت علشان تدور عليه فاهمين ان هي كانت في الطريق رايحها البيت لدي بوبي علشان تدور عليه هناك وهو كان رايح بيته القديمة علشان تدور عليها فما تقابلوه في الطريق يعني بعد كده جاء المحاكمة بتاعتهم او جاء اللي هو justice of the peace او نقدر نقول يعني زي القاضي او اللي بيحكم في القاضية يعني whatever يعني مهم الراجل ده جاي يسمع القاضية يعني يسمع الجريمة اللي عملوها ادمز وفاني وبعد ما حصلت المحاكمة والكلام ده هو برضو ما كانش فارق معاه قوي ان هو يعرف الحقيقة الرجل ده ما حاولش ان هو اي يحقق مزبوط في الموضوع يعفل تكنه ابرياء ولا لأ وما حاولش ينقذهم من السجن ولكن في واحد قدر يتعرف على ادمز واحد من الناس اللي حضرين يعني قدر يتعرف على ادمز يعرف ان هو عرف ان هو قص يعني في الكنيسة وقال للراجل اللي هو زي قوزي او كده قال له يعني ان ده قص وكده فانت يعني اتحرد دقة وما تحكموش لإيه هتعلم قد تبقى بتقذي نفسك او حاجة كده يعني مهم ان فعلا الراجل كبر دماغه وقال بقى عشان ما حصلش مشاكل فخلى ادمز وفاني يمشوا وطلعهم من السجن وطلعهم براءة يعني وراحوا هما الاتنين يحاولوا يلاق ويدوروا على جوزيف فعلا رحوا على الحتة تقريبا اللي كان فيها ميسيز سليب سلاب زي اين برضو قلنا زي يعني اوتيل صغير وهناك قبلوا جوزيف وجوزيف وفاني اتجمعوا مع بعض زي ريونيتد وقعدوا والدنيا كانت كويسة لحد ما ميسيز سليب سلاب دي اتضيقت وادركوا ان اه ان جوزيف وفاني معهمش فلوس يدفعوا ولا حتى ادمز يعني هما التلاتة مفلسين ومش هيقدروا يدفعوا تماما الاقامة بتاعتهم في القتال ده فالناس يعني كان هيحصل مشاكل ولكن ادمز قال لهم لا لا استنوا انا هحل الموضوع وشفقية انا لايه واحد صاحبي هروح برضو ان انا لبيته هو برضو بس كده وهروح استلف منه فلوس ولكن الراجل ده مرضيش يسلفوا حاجة ولا يساعدوا اللي ساعدهم واحد راجل اوكي يعني زي حد زي تاجر او حاجة كده الراجل ده سعبوا عليه فقر ان هو يدفع لهم الفلوس اللي عليهم يعني علشان يقدروا ان هما يسيبوا الان ويمشوا لان هما كانوا منعينهم يمشوا راحتهم يتفعوا الفلوس اللي عليهم فالرجل ده ده فعلوهم عشان يقدروا ان هما يكملوا يعني رحلتهم او يمشوا يروحوا مكان ما هما عايزين اوكي ولكن خلي بالكم ادم زي كان عايز دايما يساعد يعني دايما عايز يساعد السحاب ودايما عايز يساعد الناس اوكي خلي بالنا ان ده يحتاجوا في التحليل المهم سعبوا لقين ومشوا وبعد كده لقوا واحد راجل كده برضو شكله يعني نظيف كده مؤمن هو عرض عليهم يسلفهم الكارتة بتاعته عربية برضو بحصان وكده عشان يسافروا بيها ولكن اكتشفوا ان الراجل ده نصاب وانه هو دايما بيدي الناس بيعرض عليهم خدمات وحاجاته في الاخر ينصب عليهم وكده عارفوا الكلام ده فين لما راحوا القوتيل اللي بعد كده يعني راحوا قوتيل بعد كده في الطريق موما ماشيين في طريق طويل يا جماعة كل شوية قبلوا قوتيل يقضوا في الليلة ويكملوا وكده ان الموضوع خد فترة كزا يوم فالقوتيل بقى عارفوا فيه الكلام ده ان الرجل ده ده نصاب المهم ان التلاتة بعد كده راحوا عند بيت واحد اسمه مستر ويلسون الرجل ده كان غني مستر وميسيز ويلسون كانوا أغنية مهم ان هم قرروا يقضوا الليلة عنده وهو استضافهم وقعد يحكي له معان حياته بقى وكده وهم يسمعوه وعارفوا منه الرجل ده يهمني جدا واتعرفوا ليه في الآخر هتحسوا نحن في الآخر في فيلم هندي يعني بس ما علينا وكيكملوا للآخر مهم ان الرجل ده عارفوا منه انه كان له ابن زمان ابنه كبير خطفوا مجموعة من الجيبسيز الجيبسيز ومن ساعتها ما يعرفش عنه حاجة ودور عليه كتير ومعرفش يلاقيه وخلي بالكم بالنقطة جدا المهم بعد ما قعدوا عند مستر ويلسون وقضوا الليلة هم الثلاثة طبعا عند دلوقتي معايا الثلاثة اللي هم من جوزيف اللي هو جوزيف أندروز وفاني وآدمز قرروا تاني يوم ان هم يسيبوا البيت بقى ويمشوا ويكملوا الرحلة بتاعتهم فوهما ماشيين قرروا ياخدوا زي ناب كده يعني زي يناموا كده شوية يعني يغفلوا شوية أوكي في الوقت ده وهم نايمين زي في حتة بقى في الشارع في حاجة مهمة يعني وهم كده مستريحين ونايمين سامعوا دوش جمدة جدا وسامعوا كلاب الكلاب دي بتطارد يعني حيوان أوكي بتطارد حيوان أو حاجة فالمهم من الخناعة واللي طبعا تعرفين الصوت يعني ده صحاهم فأدمز وجوزف خفوا يعني أو قلقوا من الكلاب دي فلما بدأوا يبعدوهم عنهم ويقتلوهم يعني لحدا ما لحدا ما عرفوا صاحب صاحب الدوكز دول الأونر بتاعهم راجل أصلا شرير وفرحان إن هو سايبهم طالقهم كده عن نسه وعلى حيوانات وكده ومعندوش أي مشاعر ولا أي تعطف مع الحيوانات الكلاب بتاعته بتهاجمها أو مع الناس أو كده وكمان الراجل ده أوكي الراجل ده صاحب الدوكز دول لما شاف فاني أجب بها جدا وكان عايز إيه إن هو يبقى العلاقة بيها وخلي بالكم إن زي ما قلتلكم فاني كانت برضو زي جوزف حلوة وبتلفت النظر وكده فبرضو فضل إيه مركز مع فاني جدا جدا المهم إن هو عزمهم قعد بقى إيه لما شاف فاني وأجب بها فحاول يلطف الجو وكده وراه عزمهم على العشا هما التلاتة وخلال العشا حاول إن هو إيه يغزلها بقى ويقنعها يعني بإن هو كويس يعني أوكي في الوقت ده الخدم بتاع الراجل ده أو الخدم يعني بتوعه قعدوا يغلسوا على أدمز ويحاولوا إن هما يهزروا معاها زار بايخ يعني زار قصدين بينهم ما يغلسوا عليه أوكي فهو تدايق جدا وقرر إن هو وجوزف وفاني يسيبوا المكان ويقوم ويسيبوا العشا ويمشوا أوكي ولكن الراجل ده أصر إن هو يعني يروح يطاردهم عشان يخطف فاني وياخدها لنفسه تاني أوكي المهم إن الراجل ده رح باعت وراهم ما قلنا فاني ويرجعوا هالوتين أوكي طيب فعلا قدروا الخدم أو الرجال بتوع الراجل ده إن هم يخطفوا فاني يعني يعني فاني وجوزف وآدمز بعد ما سابوا الراجل ده وهربوا عادوا يستريحوا في مكان ماء وهم بيرتاحوا بقى في المكان ده الخدم بتوع الراجل الشرير ده قدروا أن هم يخطفوا فاني فعلا أوكي فآدمز وجوزف ما قدروش يمنعوهم من أن هم يخطفوها لأن هم كانوا أكتر من هم وكده ما قدروش يحموها يعني ولكن لحسن حظها إن كان في مجموعة من الحشية يعني بتاعت لدي بوبي برضو زي الخدم بتاعها وكده المهم أن هم يتعرفوا على فاني وعرفوها أوكي وأنقذوها من الناس اللي كانوا يخطفوها ورجعوها تاني أوكي الناس اللي أنقذوها مين بقى عشان اللي هم يعتبروا شغالين عند لدي بوبي اللي أنقذوا فاني دول اسمهم بيتر باونز ومراط سوري مش مراط والزميل وفي الشغل أو حد صديقه يعني أوكي طيب المهم هم دول اللي كانوا رايحين أصلا لليدي بوبي وفي الطريق شافوا فاني بتتخطف فأنقذوها أنتوا معي عشان أحداث صادة كتير اللي حد كبير المهم بعد كده كلهم وصلوا عند لدي بوبي مع بعض يعني كل بقى الجروب اللي هم الخدم أو الناس اللي كتريحة لدي بوبي والتلاتة بتوعنا اللي هو جوزيف وفاني وآدمز كلهم كلهم وصلوا عند لدي بوبي في نفس الوقت طيب جوزيف وفاني قرروا أنه هم يتجوزوا ولكن طبعا زي ما احنا عارفين لدي بوبي كانت لازالت متغازة ومعجبها بجوزيف ومتغازة أنه هم مش معبرها فكتعايزة تمنع الجوازة دي بأي طريقة فقعدت تعمل خطط عشان توقف الجوازة دي أوكي أوكي الأول طيب يعني حولت بأي طريقة أن هي يعني ترجع يعني تخلي آدمز يساعدها أنه يوقف الجوازة الموضوع ما نفعش فراحة هي مأجرة محامي علشان يعني زي يخترع أي قصة يخترع يزور وراء أي حاجة يعني تقول أنه أنه جوازتهم ما تنفعش أو حاجة يعني يعمل أي حاجة بحيث أنه حاجة فاك كده علشان يخليهم أنه ما يتجوزوش أوكي ولكن كل المحاولات بتاعتها بقت بالفشل وبفعل كانوا هما مصري نتجوزوا برضو مين ظهر عندي في الوقت في الصورة الراجل اللي هو الجاستيس أوف بيس اللي هو الراجل اللي كان زي أو اللي كان هيحكم على آدمز وفاني في الأول أوكي وكان فعلا ضد أن فاني وجوزفي تجوزوا وموافق لدي بوبي قال لها أنا هساعدك أنهما ما نخليهمش فعلا أن يتجوزوا معرفش هو إيه لازمته في الموضوع أو هو ماله أساسات طريبا كان صديق لليدي بوبي فقال يساعدها كده أوكي أوكي ياريت تكونوا إيه لسه مركزين لشان هو فيلم هندي حدثة كتير ومتشبكة ولسه لسه هتدركوا اللي هو فيلم هندي في النهاية زي ما قلنا الراجل ده قرر أنه يساعد لليدي بوبي بعد كده زهرت مين بقى ومين الوصلت عشان تشوف جوزيف أخته باميلا وجوزها جوزها ده يبقى أخو لليدي بوبي قريبا عشان كده جوم في البيت ما تقوليش جوم الزي عشان هو جوز باميلا لأخت جوزيف جوزها ده يبقى تبقى لليدي بوبي ده خلته أو عمته باميلا طبعا الأول ما كانتش موافقة عالجوازة وعين لما عرفت وعرفت إنه هم بيحبوا بلد الشرف فبقت موافقة على الجوازة ولكن وقدروا إنه هم يوقفوا الخطط بتاعت لليدي بوبي يعني قدروا يشوفوا الخطط اللي بتعملها ويوقفوها ولكن في الوقت ده فاني برضو في واحد جنتلمان ظهر كان بيزورهم أو حاجة اسمه بيو دي دابر معلينة هنقول إنه بيو الرجل ده جنتلمان وكده برضو أعجب بفاني جدا وكان عايز تجوزها ولما لقى إن هي رفضته عشان تتجوز جوازف ظهر الجزء الشرير اللي جواه فقرر إنه هو برضو يأذيهم فكلف واحد من الخدم بتوعه إنه هو يهاجم فاني أوكي يعني يهجم عليها ولكن جوازف في الوقت ده كان بيحمي رغم إنه جوازف كان إنسان طيب وكل حاجة ولكن أي حد كان بيقرب من فاني كان هو بيدفع عنها وبيضربه وكده فأول ما لقى إن في حد بيحاول يهاجم فاني جوازف طبعا إيه قدر إنه هو ينقذها يعني ويدرب أي حد بيحاول يعتزع عليها أو يضيقها أوكي ودايما كان بيجي ينقذها يعني وبعدين خدها وراحوا مع بعض على بيت آدمز لأن زي ما قلنا هم خلاص لدي بوبي آدمز بقى بيت آدمز علشان ما يروحوش يرجعوا لدي بوبي تاني وهناك قدروا إنه هو يعني هو ومراته لأن آدمز كان عنده زوجة أوكي المهم قدروا إنه هم يعني مش يتجوزوا لأ هم كانوا خلاص أوكي عايزين يتجوزوا بقى خلاص وقرروا في الوقت ده آدمز لما راحوا له لقوا حزين جدا هو ومراته لأن جالهم خبر إن ابنهم الصغير آآ غيري في البحر أوكي فطبعا كانوا عندهم حزن شديد ولكن أما راحوا له بعد حبة لقوا واحد جاي داخل عليهم ومعاه ابنهم الصغير وقال لهم إن الخبر فيك وإنه هو ما ماتش ولا عجب طبعا كانوا صعداء ومبسوطين جدا آآ وقالوا إيه هيعملوا زي احتفال كده أوكي الراجل اللي أنقذ ابنهم الصغير ده من الغرق وجابوا ليهم يعني الراجل ده كان يعني نقدر نقول إيه عنده معلومات كتير جدا وكان كده عام زي شيخ الحارة عارف كل حاجة عن كل حاجة مهم الراجل ده لما شاف فاني فقال لها إن انتي آآ فيه لغزة في ميلادك يعني إن انتي المفروض قال لهم إنه هو زمان كان له عشيقة العشيقة دي آآ خطفت بنت أوكي آآ كانت كانت فيه بنت يعني يعني هي العشيقة دي كانت مسافرة مع الجيبسيز اللي هما الغاجر ولقيت بنت في الطريق المهم إنها خطفتها من أهلها البنت دي هي فاني وخدت البنت الأول وبعتها لسير توماس بوبي أوكي يعني خدت فاني وبعتها لتومس بوبي مين بقى وأهل البنت دي بقى الأصليين اللي هما مامتها وباباها الحقيقيين هما ميستر وميسيز أندروز اللي هما مامت وبابا جوزيف أندروز أوكي فطبعا جوزيف اتصدم إن كده معناها إن فاني دي تبقى أخته فمش هينفع يتجوزوا فبدأ يظهر عندي مشكلة إن هما هيتجوزوا إزاي المهم إن في الوقت ده ميستر وميسيز أندروز وصلوا مامت وبابا جوزيف أوكي وصلوا في المكان وأكدوا فعلا إن وأكدوا إن فاني تبقى بنتهم فعلا أوكي فطبعا هنا ده الفيلم الهندي بلقوا عني مش هينفع يتجوزوا عشان هما قتلقوا أخوات تمام المهم عشان فيلم الهندي يكمل معنا موري يعني والدنيا تتكعب الأكتر هنلاقي إن ميستر وميسيز أندروز اللي هم مامت وبابا جوزيف كانوا حطين جوزيف في السرير بتاع بنتهم اللي هي فاني أوكي فالحرمية لما خطفوها جوزيف كان هو كان موجود يعني الماما هم ما خطفوش جوزيف وخطفوه فاني ولكن مين أدرك إن الموضوع ده في حاجة مريبة الراجل اللي هو برضو اللي عارف كل حاجة ده اللي بقول لكم اللي هو أنقذ ابن أندروز من الغرق سأل جوزيف وقال له هو أنت عندك وحمة عارفين وحمة اللي هي بتبقى علامة عند الميلاد كده بتبقى زي حسنة أو حاجة بس لها شكل معين فقال له أنت عندك على صدرك وحمة بشكل الستروبيري اللي هي الفراولة استروبيري شايبت بيرث مارك أوكي فجوزيف قال له آه أنا فعلا عندي في صدري اللي هي الوحمة دي بالشكل ده فالمهم الراجل قال له آه أنت كده تبقى ابن بقى ميستر ويلسون عارفين ميستر ويلسون اللي هما راحوا في مرحلة ما قاعدوا عنده في البيت وقاعدوا قال لهم أن أنا ابن الكبير الجيبسيس خطفوه كده هو بقى إيه قال له أنت الولد ده اللي هو جوزيف فقال له يبقى أنت كده ابن ميستر ويلسون مش أخه فاني خلاص هو ما بقاش ابن بقى ميستر وميسيز أندروز هو ابن ميستر ويلسون فأنت كده مش أخه فاني فالحمد لله ينفع يتجوزه وده الفيلم الهنزي اللي بقيته أنا بقول لكم أوكي طيب فكده ينفع يتجوزه وكمان في نفس الوقت جوزيف كده بقى غني لأن زي ما قلنا ميستر ويلسون غني فحيسيب له مراس كبير وفعلا تلع ابنه المهمة ميستر ويلسون جاء فعلا وأكد أنه هو ده ابنه أوكي وحضنه بعد بقى ودينيا بيس وفاني وجوزيف تجوزه طبعا أنا ببص هنا يقاش للأحداث أكيد أنا هنسل الأحداث دي كلها بترتبها يعني أوكي أيوه فاني وجوزيف تجوزه و أوكي وجوز باميلا اللي هي أخت أو دلوقتي بقى باميلا دي تبقى أخت فاني مش أخت جوزيف لأنها هي أوكي أنت فاهمين اللفة أيوه جوزها جوز باميلا بقى يوزع أرض وفلوس على أي حد كنوع من من العمل الخير يعني أوكي ولدي بوبي طبعا كانت متضيقة جدا من اللي حصل و وخلاص خلصت حدود أوكي المهم منهم اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبيت وجوزيف حيورس طبعا من بابا اللي هو ميستر ويلسون اللي هو جوزيف ميدل الأول كان اللي يشوفه يحس أنه شكله جنتلمان رغم أنه كان موصوف أنه من الميدل كلاس بس اللي يشوفه كان يحس أنه هو من الأبر كلاس وفعلا طلي أنه هو ابن ميستر ويلسون وأنه هو من الأبر كلاس وكده الحدوثة بتاعتنا خلصت يشوفوا الفيديو بالراحة أوكي لأن أنا عارفة الأحداث متشابكة ودخلة ببعض هي الأحداث مش صعبة هي بس كتير يعني راحوا هنا وجم هنا وفي شخصيات شوية عدت علينا كتير minor characters anyway ده كده الحدوثة بتاعتنا الفيديو بتاع بكرا ان شاء الله غالبا اللي قول جاي على طول هيبقى فيه تحليل الرواية دي يهمني لأن هيوضح لي حاجات الموضوع أكبر من أنه مجرد مغامرات ونص رايحة وجاية وطبعا فيه أبعاد كتير أهم يعني وهتشوفوا كمان هو إيه وجه الانتقد الرواية دي تعتبر نقد ومهاجمة لرواية فاميلا زي ما قلتلكم لي وفي هتشوفوا في الفيديو الجاي إن شاء الله بس كتير ولو الفيديو أعجبكم ما تنسوه بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرز وتتابعوني على الإنستجرام تتحاجات وبس كتير شوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي